استقبل حشد من أهالي قرية مقابة طفل أشواق المقابية التي أزالت السلطات الأمنية الحراسة عنها وقررت النيابة وقف تنفيذ العقوبة المتخذة بحقها مئة المواطنين تجمعوا أمام منزل الأسيرة المفرج عنها للاحتفاء بحصولها على الحرية بعد أشهر من المعاناة المزدوجة من المرض والمحاكمة التي واجهتها بتهمة الاشتراك في تجمع غير مرخص وكانت محامية طفل أشواق قالت إن الدفاع قدم تقريرا طبيا مفصلا عن حالتها إلى النيابة التي قررت وقف تنفيذ العقومة وإخلاء سبيلها وكان عدد من النشطاء أطلقوا حملة تضامنية مع المقابي المريضة بالسكلر والتي تواجه عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر في قضية التجمهر بمجمع سيتي سنتر التجاري